اليوم العاشر من اختفاء شقيقي عادل عبد المالك وهو دركي تم شطبه في 2022 ظلماً وعدواناً وتجاوزاً ورفساً للقانون كل ما في الأمر أن هناك عصابة تتكون من الجنرال يحياء الحاج والجنرال اللي كان مدير الأمن الداخلي السابق عبد الغني راشدي وأيضاً ذلك الدبلوماسي الغبي عمار بلاني الذي كان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وهو الآن سفير في تركيا هذا الثلاث المرح اتفقوا جميعاً على استهداف بسبب الانتقادات التي وجهتها لممارسات عمار بلاني وهي ممارسات أثبتت الأيام مدى غبائها ما تعانيه الجزائر الآن دبلوماسياً هو بسبب هذه الممارسات التي كانت تصدر من أمثال هذا الدبلوماسي الغبي تعترضوه هو وشقيقه اللي أكثر منه وفوتوهم مجلس تأديب والتهمة أن شقيقهم أنور ماله يعني إلا ما في الجزائر يكون عندك شقيق إعلامي أو سياسي أو معارض أو تكون ما تكون المهم عندما تنتقد النظام ليس لك الحق أن تعيش ككل الناس والغريب والعجيب أن الإعلام الاستخباراتي في الجزائر يروج هذه الدعايات ضد المغرب وهو ما تحدثنا عنه بالأمس من خلال الترويج لبعض الأطرحات حول استهداف المخزن المغربي للمعارضين والحقوقيين والصحفيين من خلال عائلاتهم ونحن لم نسمع ليومنا هذا ما يثبت هذا الإديار المهم اليوم العاشر لحد اللحظة لا خبر منذ مساء السبت 19 أوت 2023 جات فرقة تابعة للأمن الداخلي إلى مقر الدرك الوطني في ولاية تبسة واستلمت شقيقي وأخذته إلى وجهة مجهولة هناك من يتحدث على أنه أخذوه إلى العاصمة في مركز عنطر وهناك من يقول أن الجنرال الزير بشير القائد الجهوي للدرك الوطني هو الذي جاء شخصيا إداه وسلمه وهناك الروايات الكثيرة لكن رواية رسمية تصدر من جهة قضائية تعلم فيه الجزائريين وقبل ذلك تعلم عائلة عادل عبد المالك أين هو وأين متواجد لهذه اللحظة لا توجد مثل هذه الأمور وإن كانت بعض المعلومات راهي تأتي من هنا وهناك وبينها آخر ما وصلني من خلال مصدر في العاصمة يقول بأن عادل تواجد في مركز عنطر وتعرض إلى الاستنطاق بوسائل بشعة وصلت لحد التعذيب وأجبروه على توقيع على أوراق وملفات وكذا 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 ثم الآن يتم مخطط إظهاره عن طريق القضاء العسكري هذا الذي يصل من مصادر غير رسمية معلومات نستقيها نحن من هنا وهناك لكن الطريقة الرسمية أن عادل تم مداهمة منزل الوالد على الخامسة صباحا وتم اعتقاله كان ذلك يوم 13 أوت يوم 17 أوت تم تقديمه ديرولو ملف التعقضية لدى وكيل جمهورية مدينة الشريعة وليت بسة الذي حول القضية إلى التحقيق ثم أمر بالإفراج عنه ثم بعد ذلك يختفي وهذا لا يحدث إلا في بلادي من المفروض أن عادل تم يقولوا بأن الدرك الوطني جاء بأمر من وكيل الجمهورية الوكيل الجمهورية متاع محكمة ماذا؟ محكمة الشريعة ووجوده في الحجز أو تحت النظر بأمر من الوكيل الجمهورية وكيل الجمهورية اتصل به الوالد واتصل به المحامي قال لهم خرج من مسؤوليته لأنه نحن قدمناه والقاضي التحقيق قاضي التحقيق أفرج عليه روحوا أبحثوا عنه في قسنطينة أو في جهات أخرى هذه هي الجزائر يسجنك يقول لك بأمر الوكيل الجمهورية بعد ذلك يخفيك ثم يقول لك هذا كلي سجنك أعطاهم الأمر المرة الأولى يقول لك ما على بني شو الراح ما على بني شو الراح هذه هي بلد المهم المعلومة اللي وصلتني تقول بأنه في ظل هذا الضغط الإعلامي والضغط الحقوقي من خلال المراسلات اللي قدمناها وقامت منظمة اللي ترأسها هشام عبود بمراسلة الكثير من الجهات بينها رؤساء دول وهيئات دولية وكذا وأيضا قام مركز الرافدين بمراسلة السلطات الجزائرية وأيضا أصدر بيان تنديد بما يحدث لعائلتي وهناك أيضا أطراف أخرى مختلفة تحدثت عن الموضوع هذا يتعلق بقضية عادل المالك التركي السابق وشقيق الإعلامي أنور المالك بلغني الآن أنه منظمة الكرامة يعني منظمة اتفاع عن حقوق اليسان في الدول العربية موضوع الكرامة اللي مقرها موجود في جينيف رفعت اليوم نداء استعجالي للأمم المتحدة بلغ فيها عن غياب عن عادل المالك منذ عشرة أيام وغفينها بكل المعلومات اللي تخص أقطاب عادل المالك من طرف قوات تابعة للسرطات الجزائرية لكن الملفت للانتباه أنه الآن يعني غدا هو يوم ثلاثين أود هو اليوم العالمي للاختفاء القصري الجزائر هي أكبر دولة في شمال إفريقيا ولا أعتقد في إفريقيا كلها هي التي فيها عدد هائل من المختفين القصري أو المفقودين أكثر من عشرين ألف مفقود من التسعينات اليومنا هذا عائلاتهم لا تعلم عنهم شيئا لا هم أحياء لا هم أموات ولا كيف تم إعدامهم لكن المؤكد أن الإعدام إعدام ميداني وأذكر في هذا السياق أنني كتبت مقال في 2007 عنوانه من تداعيات الحرب الأهلية الجزائرية عسكريون في ذمة المجهول كان هذا المقال نشر في سبتمبر 2007 يعني الآن راهي سنين طويلة قلت تحدثت فيه على الأحداث التي حدثت بداية ثكنات أم جامعات أيضا أحداث ومنعطفات غيظ من فيض تحدثت على النقيب العداوي الذي كان في المدرسة العلية للدفاع الجوي للإقليم وهذا النقيب عداوي أيضا إغم محمد وهو مهندس دولة متخرج من روسيا في اختصاص السواريخ قلت في ربيع عام 1994 توفي عسكري بالمدرسة وهو من الغرب الجزائري ومن تقاليد الجيش أنه يتم نقل جثامين العسكريين بصفة رسمية فأشرف النقيب على المهنة بنفسه بعدما أوكلت له من طرف العقيد عوار محند إدير الذي كان يشغل قائد المدرسة فاختفى في تلك المهمة وعاد الرقيب الأول الذي رافقه وهو ممرض ينقل قصة اختفائه زاعما بأنه طلب منه العداوي بصفته قائده أن يترك معه سلاحه بعدما أراد الرقيب الأول زيارة بيت أسرته غير البعيد من حيث يتواجدان ففعل ذلك من دون أدنى شك أو ريب وضرب له موعدا في اليوم الوالي ولكن النقيب لم يحضر انتظره ليومين مما اذطره لتبليغ مصالح الأمن بولاية سيدي بالعباس الغرب الجزائي عاد الرقيب الأول للمدرسة وقدم تقاريره عن القضية لدى مصالح المخابرات بعد حوالي شهر تقريبا من الحادثة يمنع العسكريون من نزول لشاطئ الثكنة من دون سابقة تذكر ولا أحد عرف السبب الحقيقي سوى أن النقيب بالزيش محمد بررها بعقوبة استهدف العسكريين لعدم انضباطهم وتسيبهم في عملهم وهروبهم من مكاتبهم من أجل الاستجمام في مساء ذلك اليوم نقل خبر غرق الرقيب الأول في البحر بعدما خالف الأوامر ونزل للشاطئ وحيدا ولا أحد ليومنا هذا يعرف حقيقة اختفاء العداوي محمد سوى ما يعرفه كل زملائها أنه رجل متدين أيضا قضى خمس سنوات بروسيا ولم يرتشف قطرة فوتكا على إخرار الآخرين الذين أحيوا الشيوعية المدفونة من قبل أهلها وطبعا النقيب العداوي درست عنده أنا شخصيا في الكلية العسكرية وكان رجل فاضل رجل محترم مثقف باحث عالم في مجال اختصاصه تم إخفاءه إلى يومنا هذا عائلة على ما أعتقد في معسكر لا تعلم عنه شيئا ولا تدري أين هو ثم تحدثت أيضا في هذا المقال عن النقيب إبراهيمي الذي كان قائدا للبطارية النارية الثالثة ببزرعة وأيضا قصة لي فيفا بن يوسف اللي هو كان زميني ودفعتي وسكننا حتى في مكان واحد عشنا مع بعض وربطتنا علاقات وكذا وكذا تم إخفاءه وقالوا حينها في عام 1994 بأنه هربوس أصبح مع الجماعات الإرهابية والحقيقة أنه تم إخفاءه ثم إعدامه ميدانيا وتبليغ أهل على أساس أنه هرب من الوحدة بسلاح والتحق مع جماعات إرهابية وهذه تعرضت لها عدة مرات في قضية لفيفن بنيوس أيضا كثير في هذا المقال تحدثت عنها لأكثير من المواضيع ولذلك أقول من هذا المنبر لعائلات المختفين أو المقتلين اللي قالوا لهم رأهم ماتوا ولا اختفوا ولا تم اختطافه من جماعات إرهابية من الضباط وصف الضباط وبينهم حتى جنود في فطرة التسعينات أن نسبة كبيرة لا أعمم طبعا هناك من اختفوا تم إعدامهم في حواجز مزيفة وكذا لكن الكثير منهم تم إعدامهم من طرف الاستخبارات لذلك أنه يختفي شقيقي عادل وهو دركي ماهوش جديد على هذه الاستخبارات والمسؤولين الآن في جهاز الأمن وفي جهاز الاستخبارات أغلبيتهم ما نقولش كلهم لكن الأكثرية فيهم أياديهم ملطخة بقتل الجزائريين إبان التسعينات كم من عسكري مسكين هو نايم في الخرفان تاعو يستدعوه من طرف أمن الجيش اللي موجودين في الوحدة وبعد ذلك يختفي كم من واحد أخذوه واستنطقوه ولكن لطف الله به تأنقذ حياته وأنا كنت أحدهم أخذوني من البطارية عفوا من المجموعة 14 الوسائل مضادة للطيران وأخذني أنا ذاك ناصر الجن ومعه ضابط آخر من ولاية تبسة واستنطقوني بسبب ما كتب عني أنا ذاك في جريدة الحرية واللي كتبه المقال أنا ذاك محمد العقاب ولكن الله سلم ونجوت حينها بفضل بعض التدخلات لأصلا أحد المرافق اللي جاءوا أخذوني اكتشف بأنني كنت أدرس مع شقيقه ووالدته أعرفها شخصيا وكانت ربي سبحانه هذا مجرد سبب لإنقاذ حياته المهم أمام الأخر عائلات المفقودين الناس اللي راهم مازالوا يتظاهروا الآن يطالبوا بحقهم في مصير أبنائهم كلهم مازالت يعني في اليوم العالمي للمفقودين لتعتبر الجزائر دولة نظامها مدان في عملية الاختفاء القصري ما زال هناك ناس يختفون قصريا اختفاء القصري رمشوا فقط أنه بعد يظهروا في الحبس رهو ممرش من اختفاء القصري غدوة مثلا أو بعد غد أو شيء من هذا القبيل يظهر شقيق عادل على أنه في السجن أو في أي مكان ما إذا ظهر عندما يظهر لا يعني أنه لم يختفي قصريا هو من 19 إلى يومنا هذا اليوم العاشر هو في حكم الاختفاء القصري بعد ذلك حتى إذا ظهر حي في السجن أو في أي مكان هذا لا يعني أن الدولة لا تقوم بالاختفاء القصري يبقى هذا الشخص أول حاجة أنه حدث له اعتقال تعسفي مداهمة منزله من غير قضية ولا بأمر قضائي هو اعتقال تعسفي بعد ما الدوهل هي فتش يبحث عن جريمة مش عندهم جريمة أو تهمة معينة جيين للشخص يحق معه لا جيين يهتلي فتش وكانش ما يلقوا القاو عنده صفحته في الفيسبوك اللي ما فيها الجرائم يعبر عن رأيه هو مواطن مدني على الشرح تعتبر هالو جريمة أنه واحد يقرر يظلم وياحد يتحدث عن الظلم المصلط عليه واحد ينتقد قيادة الدرك الوطني التي ظلمته أين المشكلة هنا ثم بعد ذلك حسب المعلومات يقولون بأنه جهاز الكمبيوتر انتاعه الشخص اللي كان يخدم به من قبل ما غيروه ارسلوه إلى هذا كمعهد بوشاوي المعهد بوشاوي هذا اللي تاب على الدرك الوطني اللي انتقدته مرارا وتكرار وانتقدت مديره مديره نعم انتقدته اللي هو صديق شخصي للحاج بعثوا لهم الهيه وقال لهم هذا الكمبيوتر انتاع شقيق أنور مالي ماذا فعلوا حاولوا استرجعوا كل ما كان يكتب فيه شقيقي كان يعد محاضر في إطار عمله ويسبرميها وهي مش محاضر مهمة مهيش محاضر على مستوقيادها وراء كان يخدم في بريقاد انتاع قرية صغيرة بلدية يا هذا واحد جاي يشكي بمرته ومره جاي يشكي برجلها وقال حواجة القصص هذه اللي عمري ما نتعرض لها وعمري لا نحكي عليها لو أني حكيت على مثل هذه الأمور نقوله من الممكن أنه يتهموه بأنه يسرب لي في الملفات والله ما سمعت ولا أعلمت بهذا الأمر إلا من خلال المعلومات هذه رأي تبقى معلومات من مصادرنا الخاصة هذه المهم إخواني الكرام أن نقولها لكم في اليوم العالم أو اليوم الدولي للاختفاء القصري اللي تحتفل به الأمم المتحدة وراكم تشوفوا أمامكم ماذا تقول للأمم المتحدة في موقعها اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القصري 30 أغسطس ممارسة تتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان يكثر استخدام الاختفاء القصري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمع فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل لقد أصبح الاختفاء القصري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينهم العالم فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج ديكتاتوريات عسكرية أساسا يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القصري في ظروف معقدة لنزاع داخلي أو يستخدم الأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم ومما يثير القلق بوجه خاص استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا والشهود والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القصري واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتزاماتها واستمرار مرتكب أعمال الاختفاء القصري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع وهذا الذي يحدث في الجزائر بصفة واضح عندنا أكثر من عشرين مختفي قصريا في التسعينات أغلبيتهم الساحقة هناك مختفين قصريين تم خطفهم من طرف جماعات وإعدامهم هذه الحقيقة لكن الأكثرية من المختفين قصريين لمازالت عائلاتهم تطالب الآن بكشف مصيرهم كلهم تم اعتقالهم من بيوتهم من طرف الأجهزة الأمنية أو اختطافهم من الشوارع وليومنا هذا لا أثر له وكل المعلومات والمعطيات وبحكم علاقتنا مع المؤسسة العسكرية كلهم تم إعدامهم ميدانية يخذوهم يدهم للطريق يطلقوا عليهم النار ويرموهم ولم يسلم حتى العسكريين من الاختفاء القصري قلنا رهي مرحلة التسعينات والنظام يقول كرانا فوتناها وانهيناها بالمصالحة مثق السلم والمصالحة الوطنية وقبلها الوئام المدني وقوانين الرحمة وما إلى ذلك لكن الحقيقة غير ذلك ما زالت عمليات الاختفاء القصري متواصلة والدليل قضية شقيقي وبعض الناشطين الحركيين لكلهم يمروا بمرحلة الاختفاء القصري يخطفوهم يبقوا مدة عندما تحدث عليهم ضجة إعلامية يظهرهم رهم متهمين في قضايا وصلت إبراهيم لعلامي ناشط معروف قال لك بل يروا عنده علاقة بالمخدرات ومن أشياء مثل هذه الأمور وهو مؤخرا يتحدث لوالده أنه سيخرج من السجن حيا أو ميتا ولا يريد أن يحضر أحد جنازته من شدة التي تعبر على مدى يأسه وعلى مدى القهر الذي يعيشه في سجون النظام العسكري الجزائي إذن شقيقي عادل لهذه اللحظة لا جديد عنه لا يزال في حكم المختف قصريا والمختطف والمفقود يجهى المصير معلومات تتكلم عن تعرضه للتعذيب في مخافر الأمن وهذا الذي نملكه حاليا ما علش الدولة تفكر إذا كان دولة تفكر بهذا المنطق؟ شخص أنا أقول لكم مش الشقيقي عادل إذا كان عنده إثبات بأنه متهم شيء لا أقول أنه يجب أن يكون فوق القانون يعاقب ككل من ارتكب جرم المعين ولكن أنا متأكد ما ارتكب حتى جرم واحد يدافع على حقه وتعرض إلى الاضطهاب وتروح تزيد الدم بدل أنك تفتح تحقيق في قضية شطبهم التعسفين لأنه يبقوا مواطيني جزائريين السيدين راني عايشوا الخارج راكم صورتوني كما صورتوني وهم جزائريين مبناء عائلة ثورية وش ذنبهم؟ من المفروض يحدث تحقيق على هذا الأمر إذا وجدوهم يستحقوا الشطب راهم يعلوهم وإذا وجدوهم مظلومين ينصفوهم لأنه واحد خدم 23 سنة وعنده أربع أولاد يجي يخرج حتى التقاعد ما كانش يعني أنتم تعاقبوهم وتعاقبوا عائلاتهم وتعاقبوا أولادهم وتعاقبوا ذويهم هذا فعل إرهاب دولة هذا إجرام دولة هذا إرهاب يمارسه هذا الجنرال الجلاد يحيى أولحاج الذي يريد إسكاتي عن طريق ثقيق والله ما إسكت عليه أفعل ما يحللك بيني وبينك المحافل الدولية واعلم يقينا يا أولحاج اليوم رأك قائد الدرك الوطني غدا أنك تبكي مثل ما يبكي أولئك الذين لا رجولة لهم من وراء القذبان لأن العدل عدل والحق حق وإذا أفلت أنت من العقاب لن يفلت حتى أفراد عائلتك على الأموال التي نهبوها عبر هذا المنصب الذي تحتمه ستدفع الثمن وستعاقب والذين سيعاقبونك هم أولئك ربما غدوة يطلع واحد ضابط تحت أمرك الآن يظل يقول فيك للسجل مثل ما قادوا توفيق أولئك الذين كانوا مجرد خدم في مكتبه هذا هو العدل الظلم ظلمات يوم القيامة تروح تخفي راجل بهذه الطريقة وتخطفه وتلفق له التهم وربما تعذبه أو شيء من هذا القبيل هذا فعل رجال والله ما فيك رجولة لا أنت ولا من يقف معك ولا من عينك ولا من رقاك وإذا كان نظام فقد رجولته وفقد المرؤى اللي فيه فابشروا بنهاية أسوأ من نهاية القذافي ونهاية علي عبدالله صالح والنهاية المرتقبة للأسد وغيرهم من الظالمين والمستبدين الذين ينتهون إلى القبور ومن يسكنون خلفهم في القصور يلعنونهم صباحا مسا وهذا هو القادم والأيام سجال بيننا واذكروا كلامي جيدا ترجمة نانسي قنقر